قف على ناصية الحلم وقاتل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين راح نشوف مع بعض مشتقة المقلوب واللي هي ثابت على اقتران كيف بدنا نيجي نتعامل معها؟ إخواني برجع بنبه وبدك تنتبه لي للحالات هاي إذا كان عندك اقتران على ثابت يعني على عدد أو اقتران على اقتران يعني فيه متغير في البص ومتغير في المقام أو إذا كان عندي ثابت على اقتران هس بالنسبة لهاي دائما وأبدا عشان تشتقها مشتقة الاقتران على نفس العدد مشتقة الاقتران على الثابت نفسه الثابت نفسه زي على سبيل المثال لو أجاني خمسة اكس تربيع زائد ثلاثة اكس على اثنين هاي لو بدك تنتبه تشتقها مشتقتها عشرة اكس زائد ثلاث على اثنين هاي اقتران على عدد هاي اللي هي قاعدة القسمة اللي خدناها قبل شوي أو في الحلقة الماضية اللي هي المقام في مشتقة البص ناقص البص في مشتقة المقام على المقام تربيع اما هاي فهي مشتقة المقلوب مشتقة المقلوب اللي هي بتحكي عشان تجي نتشوفها شو هي اذا بيجيك ثابت على اقتران فالقاعدة بتحكي سالب الثابت سالب الثابت في مشتقة المقام على المقام تربيع سالب الثابت في مشتقة المقام على المقام تربيع وهي مكتوبة عندك بايش بالكلمات عشان نيجي نثبتها مطلوب منك ثباتها نعم بيجيب لك السؤال بهذا الشكل بيحكي لك ايه الاكس بتساوي كي على اف الاكس اثبت ان ايه الفتحة سالب كي في اف الفتحة لل اكس على اف الاكس تربيع عشان نثبتها نقدر نطبق عليها قاعدة مين القسمة تعالي يا عمي عشان اجي اثبتها باجي بحكي ايه الفتحة حسب قاعدة القسمة قاعدة القسمة بتحكي المقام مشتقة البسط والبسط ثابت شو مشتقته صفر ناقص البسط مشتقة المقام على المقام تربيع على اف الاكس الكل تربيع صفر مضروبة في هاي بتروح فبيضل عندي سالب الكي في اف فتحة لل اكس على اف الاكس الكل ايش تربيع بهذا الشكل بتكون انت اثبتتها بهذا الشكل بتكون انت ايش اثبتتها خلينا نشوف كيف نتعامل معها عنا اكمل سؤال نشوف كيف بدنا نطبقهم معطيني هذا الاختران طالب منك توجد المشتقة على طول عشان اجي اوجد المشتقة للسؤال الاول اف فتحة لل اكس وتساوي انا شايفها ثابت على اختران فهي سالب الثابت سالب العدد ضرب مشتقة المقام الواحد صفر الاكس تربيع هي اثنين اكس على المقام تربيع واحد زائد اكس تربيع الكل تربيع اللي هي راح تطلع سالب اثنين اكس على واحد زائد اكس تربيع الكل تربيع بهذا الشكل انا اثبتتها وبهذا الشكل انا طلعتها لاحظ انه لازم نميزها طبيجي واحد بقولي لو طبقت عليها قاعدة القسمة صح صح بس هيك اسرع فعشان هيك هدول الاصل تكتب لياهم عندك عشان تميز بين واحدة و واحدة هدول الاصل تكتب لياهم عندك عشان تميز بين واحدة و واحدة تعالي نشوف كمان سؤال سؤال اثنين معطيك هاي طيب عشان اجي اشتغل عليها ف فتحة لسؤال اثنين لل اكس او لالتي هون المتغير تي تعال هاي مشتقتها عدد على اقتران سالب العدد مضروبة في مشتقت المقام التي مشتقتها واحد بس جواتها فيها عدد على اقتران سالب العدد ضرب مشتقت المقام واحد على المقام تربيع كلها على المقام تربيع شوف حطها جوه بعض مرتين حطها جوه بعض مرتين فبعض الطلاب بيلتخن فيها بدي اعيدها معلش بدي اعيدها عشان انت تستوعب ايش اللي صار استاذي هاي عدد على اقتران طلع هاي عدد على اقتران فمشتقتها سالب العدد ضرب مشتقت المقام على المقام تربيع هاي سالب العدد وهي المقام تربيع نشوف عشان ما تلتخم هيا هاي المقام تربيع هسه مشتقت المقام عشان تيجي تشتقه التي مشتقته واحد الواحد على تي برضو عدد على اقتران سالب العدد ضرب مشتقت المقام على المقام تربيع هسه من هون وزع السالب بتصير سالب 1 زائد 1 على T تربيع على T زائد 1 على T الكل تربيع بإمكانك توحد مقامات بإمكانك تخليها زي ما هي ما عنا مشكلة هاي لو تيجي توحد مقامات اضرب في T تربيع سالب T تربيع زائد 1 على المقام الموحد T تربيع القسم الرئيسي بتتحول ضرب مقلوب هاي ولي ملوش مقام مقامه 1 فرح تصير T زائد 1 على T الكل تربيع حبيت ترتبها أكثر حط الواحد قبل حبيت تخليها زي ما هي يخلف عليك هاي كانت القاعدة اللي قاعدين منطبق عليها كمان سؤال بس طلب مع تعويض وقريب من السؤال اللي فوق لا دير بالك هاي قاعدة قسمة حطتلك يا عشان يتميز فيه متغير في البسط ومتغير في المقام هاي مش عدد على اقتران أنا عشان أجي أشتغل عليها هاي F فتحة للإكس وتساوي المقام مشتقة البسط الاثنين ثابت بروح سالب العدد طب وفيه سالب بتصير موجب مشتقة المقام واحد على المقام تربيع على المقام تربيع إذن البسط عفوا المقام في مشتقة البسط المقام في مشتقة البسط المقام حطيته زي ما هو البسط عشان تشتقه الاثنين صفر سالب العدد طب هو سالب بتصير موجب العدد مشتقة المقام واحد على المقام تربيعي نكمل ناقص البسط مشتقة المقام والخط معامل اكس على المقام تربيع على اكس ناقص ثلاثة تربيع لأنه في تعويض روح عوض مباشرة الفتحة للواحد واحد ناقص ثلاث هي واحد ناقص ثلاث فيه واحد ضرب واحد 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 تربيع واحد ناقص اثنين ناقص واحد على واحد في الواحد على واحد ناقص ثلاث الكل تربيع what to solve واحد ناقص ثلاث سالب اثنين في الواحد سالب اثنين اثنين ناقص واحد واحد في الواحد واحد في السالب سالب واحد على واحد ناقص ثلاث سالب اثنين تربيع أربعة والجواب سالب ثلاثة على أربعة بهذا الشكل بنكون إحنا طلعنا حل هذه المسألة طيب السؤال اللي بعده هذا السؤال بنحل بأكثر من طريقة حاب تحله قوس مرفوع لأس بيسير حاب تنزله للمقام لأنه أسه سالب واحد بيسير لك حرية الاختيار بالله يوقف الفيديو وجرب تحله بالطريقتين جرب تحله بالطريقتين تعال نشوف كيف بدنا نحله بالطريقتين أول طريقة أنا بدي أروح نزله للمقام قبل ما أجد عمل معاه فهاي واحد على كوسيكنت الأكس زائد كوتان الأكس وإذا أنت نزلته نصير قصة واحد موجب وطبق قاعدة مين طبق قاعدة المقلوب عدد على اقتران فبدك تيجي تشتق هي فتحة للأكس وتساوي سالب العدد مشتقت المقام الكوسيكنت للأكس شو مشتقت الكوسيكنت؟ هي سالب كوسيكنت في كوتان الكوتان شو مشتقته؟ سالب كوسيكنت تربيع الأكس على المقام تربيع كوسيكنت الأكس زائد كوتان الأكس الكل تربيع هسا بقدر أبسطها بقدر أسحب من هون سالب كوسيكنت عامل مشترك هاي سالب اللي كان أصلا موجود اسحب سالب كوسيكنت كوسيكنت الأكس عامل مشترك سالب كوسيكنت في الكوت تقسيم سالب كوسيكنت بيظل عندك كوتان الأكس سالب كوسيكنت تربيع تقسيم سالب كوسيكنت كوسيكنت اللي هي موجب كوسيكنت الاكس على كوسيكنت الاكس زائد كوتان الاكس طبعا هون في تربيع هسا بقدر اختصر هاي مع التربيع فرح اسالب في سالب موجب فرح يصفي عندك الجواب هي كوسيكنت الاكس على كوسيكنت زائد كوتان هيك انا عملت محا واشتقيتها هي كوسيكنت على كوسيكنت زائد كوتان ممكن طالب لا يجي يشتغل عليها كما هي بيعتبرها قوس مرفوع العس طلع بالله عليك مباشرة بروح يشتق الحل الثاني بنزل السالب واحد هاي في الكوسيكنت زائد كوتان اص سالب اثنين في مشتقة الداخل الكوسيكنت مشتقته سالب كوسيكنت الاكس في كوتان الاكس مشتقة الكوت سالب كوسيكنت تربيع الاكس وتساوي هس السالب هذا بينزل خلي هاي بدي انا ازلها للمقام كوسيكنت الاكس لانه اصها سالب عشان يصير موجب في كوتان الاكس اص اثنين هذا الجزء طلع منه سالب كوسيكنت كوسيكنت عامل مشترك شو رح يضل عندك اللي هي كوت الاكس زائد كوسيكنت الاكس هسه هاي مع التربيع بتروح وسالب في سالب موجب فبتطلع كوسيكنت الاكس على كوسيكنت الاكس زائد كوت بهذا الشكل بتكون انت اشتقيتها فحبت تشتغل عليها بالطريقة الاولى صح حبت تشتغل عليها بالطريقة الثانية صح ولك حرية الاختيار تعالي نشوف سؤال رقم مين خمسة كيف بدني جنتعامل معه سؤال خمسة سؤال موجود في الكتاب سؤال ستة سؤال موجود في الكتاب طالبه بصيغة اثبات سهذا الشي يعني بصيغة اثبات يعني بدك تشتق وتعدل بشكل المشتقة لحتى توصلها للشكل المطلوب وهذا اللي راح نشوفه في سؤال خمسة وسؤال رقم ستة بالنسبة لفل اكس معطيك فل اكس بحكي لك اثبت ان المشتقة بقدر اكتبها بهذا الشكل طيب تمام تعالي نجي نوجد المشتقة افتحة لل اكس وتساوي الآن التسعة ثابت لن الاكس مشتقة ما داخل اللن على ما داخل اللن نفسه لن الاكس واحد على اكس هاي عدد على اقتران سالب العدد مضروبة في مشتقة المقام اربعة اكس على المقام تربيع اثنين تربيع اربعة اكس تربيع تربيع اكس اوس اربعة وتساوي تسعة على اكس ناقص الاربعة مع الاربعة بتروح والاكس مع الاس اربعة تختصر فبتصفي واحد على اكس تكعيب هيك انا اشتقيت لكن بدي اعدل الشكل حتى اوصل للي هون واضح انه هون انا عندي مقام واحد بينما هون مقامين فبدي اروح اوحد مقامات شوف انا كيف بدي اعدل على اي اساس انا هون عندي مقام واحد مقام واحد هون عندي مقامين فباجي بضرب هاي في اكس تربيع وبضرب البسط في اكس تربيع فرح يطلع معاك تسعة اكس تربيع ناقص واحد على اكس تكعيب اللي هو المقام المواحد لكن البسط بدي اخليه بيشبهه فبالتالي واضح انه محلل تحليل للعوامل فبفتح قسين التسعة هي ثلاث في ثلاث فرق بين مربعين الاكس تربيع هي اكس في اكس ناقص زائد جذر الواحد واحد واحد لاحظ انها طلعت نفس الشكل اللي بده اياه نشوف كمان مسألة برضو طلبها بسيغة مين الاثبات طلبها بسيغة الاثبات معطيك اف الاكس بحكيلك اثبت ان افة حلال اكس تساوي واحد على اكس تربيع زائد واحد لكل تكعيب طب عشان نيجي نشتق هاي بدنا نشتقها قاعدة قسمة فيه متغير في البسط ومتغير في المقام فلما اذا اشتقها رح تشتقها قاعدة قسمة افة حلال اكس وتساوي المقام مشتقه البسط مشتقه الاكس واحد في جداع اكتوبها ناقص البسط في مشتقه المقام والمقام جذر تربيعي شو مشتقه الجذر التربيعي هي مشتقه ما تحت الجذر على اثنين في الجذر نفسه انكمل قاعدة القسمة على المقام تربيع على المقام تربيع زائد واحد لكل تربيع حي اذا المرة ثانية المقام كما هو مشتقه البسط مشتقه الاكس واحد عشانك ما حطيناها ناقص البسط كما هو مشتقه المقام عشان تشتقه المقام جذر تربيعي بتذكر شو قاعدة الجذر التربيعي هي مشتقه ما تحت الجذر له اثنين اكس على اثنين في الجذر نفسه بس لا تنسى انك شغال قاعدة قسمة على المقام تربيع هسا الاثنين مع الاثنين بتروح روح وحد مقامات اللي ملوش مقام شو مقامه واحد فباجأ وحد مقامات الجذر ضرب نفس الجذر وهي دا تضربها هون الجذر ضرب نفس الجذر بيعطيني مفكوك الجذر هاي سالب اكس في الاكس سالب اكس تربيع في الواحد سالب اكس تربيع على المقام الموحد واحد مضروف في الجذر الجذر نفسه هي X تربيع زائد واحد القسم الرئيسية بتتحول ضرب مقلوب هاي جذر X تربيع زائد واحد الكل تربيع الآن X تربيع مع السالب X تربيع بتروح بيضل عندك واحد ضرب واحد واحد هاي وهاي نفس الإشي هاي وهاي نفس الإشي ففي حالة الضرب شو بيصير في الأسس تجمع عشان هيك أنا ما رضيت إني أخلص من مين من الجذر مع التربيع هل سأحكي لك لو واحد خلص من الجذر مع التربيع ما عندنا مشكلة لكن أنا ما رضيت أشطبهم عشان تكون هاي وهاي نفس الإشي فبقدر أكتبها X تربيع زائد واحد الكل تكعيب لأنه في حالة الضرب شو بيصير في الأسس تجمع فواحد زائد اثنين ثلاث إن حطيتها بره وإن حطيتها جوه ما بيأثر لأن الجوه مجموع مربعين ما عندنا أي مشكلة هسا واحد أجا شطب هاي محاي فبدي يصير عنده هون لو إجيت إنت شطبتها وما انتبهت إجيت إنت شطبتها تلتخم إنه كيف تكملها؟ لا 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 أبدا إذا أنا شطبته تعال يا عمي أنا عشان أجا أتعامل مع هاي هاي بقدر أكتبها أسها واحد وهاي بقدر أكتبها أسها نص طلع بقدر أكتبها أسها نص وفي حالة الضرب تجمع الأسس هاي أسها نص فواحد زائد نص واحد ونص اللي هو ثلاثة على اثنين فبتصير هاي أس ثلاثة على اثنين لما ترجع تحولها جذر تطلع نفس الإشي تطلع نفس الإشي هذا كان الإثبات وسؤال رقم ستة هسا في عنا بعض قواعد الإخترانات الدائرية بدنا نثبتها يعني إثباتات لمشتقات الإخترانات الدائرية بدنا نثبت إنه من وين جابوا إنه مشتقة التان سي كان تربيع مشتقة الكتان سالب كو سي كان تربيع مشتقة السي كان سي كانت في التان مشتقة الكو سي كانت سالب كو سي كانت في كتان هذول بدنا نثبتهم مطلوب منك إثباتهم صحب إنك تثبتهم أبدا جدا بسيط عشان تيجي تثبتهم التان بدنا نرجع نكتبه بشكله الأصلي دي على دي الإكس للتان التان هو عبارة عن ساين الإكس على كو ساين الإكس بدل ما هي تان رجعتها ساين على كو ساين الآن من هون المقام بدك تشتقها قاعدة قسمة المقام مشتقة البسط مشتقة الساين كو ساين ناقص البسط مشتقة المقام مشتقة الكو ساين سالب حي سالب ساين الإكس على المقام تربيع إذن أنا اشتقيتها حسب قاعدة القسمة وتساوي هسا كو ساين في كو ساين كو ساين تربيع الإكس زاد ساين في ساين ساين تربيع الإكس على كو ساين تربيع الإكس وكأنه هاي بتذكرك في إيش شو ذكرتك هاي ذكرتنا في المتطابقة الأساسية المتطابقة الأم ساين تربيع زائد كو ساين تربيع واحد فبقدر أكتبها واحد على كو ساين تربيع الإكس ومقلوب الكو ساين سي كنت فبقدر أكتبها سي كنت تربيع الإكس من هون أجت إنه مشتقت مين التان هي سي كنت تربيع الإكس من هون أجت مشتقت التان سي كنت تربيع الإكس طيب نشوف برضو مشتقت الكتان بالله توقف الفيديو وجرب أنت تثبت هل بتطلع معاك سالب كو سي كنت جرب ووقف الفيديو وجرب تثبتها يرب تكون وقفت الفيديو وجربت تثبتها تعال نشوف كيف نشتغل عليها الآن الكتان عشان نيجي نشتقه بدنا نرجع لأصله واللي هو كو ساين الإكس على ساين الإكس واللي هو المقام مشتقت البسط مشتقت الكو ساين سالب ساين إذن المقام مشتقت البسط فمشتقت الكو ساين سالب ساين ناقص البسط مشتقت المقام مشتقت الساين كو ساين على المقام تربية ساين الإكس لكل تربية وتساوب هسا طلع لي السالب عام المشترك هيا ساين في ساين ساين تربية لأنه طلعنا السالب عام المشترك بدأ تصير زائد كو ساين في كو ساين كو ساين تربية على ساين الإكس لكل تربيع أو ساين تربيع الإكس وكأنك ذكرت مرة أخرى المشتطابق الأساسية فهاي رح تطلع سالب واحد على ساين تربيع الإكس السالب هاي بس الساين مقلوب مين مقلوب الكو سي كنت من هون أجت إنه مشتقة الكتان على طول صرنا نحطها سالب كو سي كنت تربية طيب تعال للثالثة بحكي لك أثبت إنه مشتقة السي كنت هي سي كنت في التان بنفس الطريقة بنفس الأسلوب دي على دي الإكس السي كنت هي عبارة عن واحد على الكو ساين أي واحد على الكو ساين وعشان نجي نشتقها مشتقة المقلوب سالب العدد برب مشتقة المقام مشتقة الكو ساين سالب ساين الإكس على المقام تربيع على كو ساين الإكس بكل تربيع السالب في السالب موجب ساين الإكس الكو ساين تربيع بقدر أكتبها كو ساين في كو ساين ومن هون الساين على الكو ساين هي تان وواحد على الكو ساين سي كنت من هون أجت إنه مشتقة السي كنت هي سي كنت في التان بجوة أقول لك بدل عكس مع عملية الضربة عملية تبديلية بدي توقف الفيديو وتجرب تثبتلي الكو سي كنت بدي توقف الفيديو وتجرب تثبتلي مين الكو سي كنت يارب تكون ضبطت معاك وجرب تثبت الكو سي كنت هسا الكو سي كنت هو واحد على الساين عشان نثبتها قاعدة المقلوب سالب العدد مشتقة المقام مشتقة الساين كو ساين الإكس على المقام تربيع على ساين الإكس الكل تربيع وتساوي سالب كو ساين الإكس الساين تربيع بقدر أكتبها ساين الإكس في ساين الإكس وتساوي هسا السالب هايو الكو ساين على الساين هو كوتان الواحد على الساين مقلوبها كو سي كنت من هون أجت إنه مشتقة الكو سي كنت سالب كو سي كنت في الكوت بهذا الشكل بقدر أتوقف حكينا عن مشتقة المقلوب وحكينا عن إثباتات مشتقة بعض الاغترانات الدائرية المطلوبة منها إخواني بدك تحيل واجب في آخر الدسية على مشتقة المقلوب وفي عندك مشتقة الاغترانات الدائرية أو المثلثية واجب عليهم بس تخلص النصيحة النصيحة إنك تدرس قواعد الاشتقاق كاملة من وقت اللي بلشنا لغاية اللحظة بعديها في عندك أسئلة منوعة فيها كمشة من الأسئلة تدريبين واحد واثنين بدك تحلهم بالكامل وملخ بطات عشان تشوف حالك بتميز هذا على إيش وهذا على إيش بالله عليك إذا ما حليتهم كاملات لا تبدأ بالفيديو اللي بعده حلهم إذا أنت أتقنتهم وكنت بتحلهم كامل صح وضعك جدا ممتاز وضعك جدا ممتاز إذن في أسئلة منوعة فيها تدريب واحد واثنين فيهم كمشة أسئلة بجوز حوالي ثلاثين سؤال هدول كلهم بدك تحلهم وإذا بتحب بعطيك رقم الصفحة أو هم موجودات في الآخر في الأسئلة مين المنوعة ما عرفت ابعتلي ببعط لك رقم مين الصفحة الله يعطيكم ألف ألف عافية ودمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة